السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم مع فيديو جديد المشروع رقم تسعة في سلسلة مشاريع في حياتي المشروع المرة دي برضو حوالي من عشرين اتنين وعشرين سنة مع أنه استمر بعد كده عشر سنين ولا يمكن يكون موضوع فيديو جديد لاستمر من مدة عشر سنين بعد التصميم لكن خلينا نبتدي البداية اللي أنا محبرها اللي هو عن المشروع نفسه فده كان من اتنين وعشرين سنة حوالي مبنى حكومي في أبو ظب يعتبر من منطقة داون تاون كده نحي البلدية وحتة يعني حكومية كده صريفة فخلينا نروح كده للبرزنتيشن ونشوف ايه اللي ممكن نقوله في الموضوع ده هو ده بروجيكت نمبر ناين مبنى دائرة التنمية الاقتصادية بأبو ظب طبعا كان ليه اسمه قبل كده قديم مختلف بس يعني هو حاليا هتلاقه حتى على المبنى نفسه ده دائرة التنمية الاقتصادية وده اسمي وهكذا نخش على شكل المبنى ده جنرال برسبكتب ده ما اتا شايف ده شارع عريض قوي اللي موجود هنا يعني باركينج رهيب هنا ومع ان فيه كمان باركينج بيزمنت تحت المبنى ده من المبنيين اللي احنا نتكلم عنهم مبنى كبيرة هو ثلاث اجزاء ومبنى دوباك وفيع هو يعني جزء واحد كأنه حتة من ده هو توقع غريب من التلت المبنى تقريبا ومفصلين تماما وقادي مبنى التنمية الاقتصادية مكتوبة هنا فوق ومشروع يعني كويس يعني حلو معمريا حتى مش فطال كمبنى ايديري حاليا المبنى بيتكاوم من بضروم واردي وعشر ادوار متكررة ويمكن فيه ابر روف كمان او حاجة طيب نتعرف على المشروع اكتر ده من قريب ودي دائرة التنمية الاقتصادية والأكسترنال فساد والعمود ده هو اتطالع له بسم الله من شاء الله خمس تدوار يعني ايه تأثير الباكلينج والبتاع ده طبعا اكيد متاخد انتو كنسبوريشن بس حاولنا ان احنا نبقى نعمله في سيلندر از سيلندر از بوسيبول يعني عشان الشكل المعمري ايه اللي حصل في المشروع ده يا ستاد عيه ان احنا نتكلم النهاردة اه ده موضوع مديد خالص هو ايه ان انت عاوز تعلي او الحاج الجيه بعد ما احنا مصممين اه اه على مبنى بعد الادوار معين انا عاوز اتزول تلات ادوار كمان ليه عم ما اعرفش ممكن الارتفاعات زادت اللي هو المسابل هايت مثلا زاد ممكن اعمل جدوة اقتصادية لازم يزود ثلاثة دوار عشان فيه هيئات معينة لازم تسكن فيها المهم انه طلب مننا ان احنا ندرس ان احنا نزود ثلاثة دوار المبلغ كان خلاص اتعامل الاساسات بتاعته والاعمدة وطلع كمان خمسة دوار غير البدروم والارتفاع يعني هو كان فاضل لدورين واخلص المبنى لا الدورين دول قالك خليهم خمسة يا راجل مش خلاص خلينا هتبتكلم جدو هناخد فلوس وارييشن اردر فخلينا بقى ايه نلعب على الاحمال فهو تم تخفيف الاحمال بالمبنى فعلا عشان يستوعب الزيادة في عدد الاضوار طب هو ده موضوع بقى البرزنتيشن النهاردة اننا نتكلم ازاي عملنا الموضوع ده هو تلات حاجات تم تخفيض الاحمال لتستوعب الاضوار المستجدة عن طريق ان انا وقفت بقى ان المبنى يكمل خلاصانة مسلحة وخلاصانة مسلحة وخليت خليتهم ديكينج سلاب ستيل مليان كونكريت ستيل شيتز وفيه كونكريت بدلا من سيك بلات سلاب كان معمول في الاضوار النمطية اللي قبليه ده فرق هنشوف فرق ازاي كل حوائط المبنى من اول والاخر قلنا خلاص هنعملها حوائط جافة dry walls اللي هي بتبقى precast وبتبقى خفيفة الوزن ممكن نكون عملنا exception حوالين دورات المية خليناهم block work ممكن لكن على فكرة حتى dry walls ممكن في special order dry walls تقاوم الووتر التقاوم البلل والكلام ده ها بس يمكن الناس اوفر واسهل سويا ان انت تعمل دورات المية بريكوول حتى كمان كصوت وعازل يمكن افضل طيب ده تاني حاجة تالت حاجة الارضيات كلها للمبنى وصفناها منها light weight flooring زي ان انت تعمل حاجة اسمها raise the floor ارضيات مرتفعة هنشوف الكلام ده ها in detail يعني احنا هنمسك اولا وسانيا وساليا وساليا in more details في السلايدز اللي جاي نيجي اول حاجة نقارن الاحمال الذاتية للبلاطة القديمة والبلاطة المستجدة انا ما رسمتش البلاطة القديمة لكن هي بلاطة لا كاميرية عن flat lab average 32 سنتي اما تجيب 32 سنتي يطلع 800 كيلو على المتر المار ده رقم طبعا يمثل رقم كبير في المعادلة بتاعتنا بتاعت الاحمال ايه بقى النظام ال dicking slab بل هو القطعين اللي تحت كده مرسومين في زي corrugated sheet كده بيبقى steel وبتملا concrete مع تسليح خفيف في هذه البلاطة اللي مصبوبة فوق corrugated sheet والكلام ده بيتسند على steel beams يعني كأنه سقف steel نفس القصة بس يمكن البيم مع نفس منسوب corrugated sheet وانا بيبين ان في rebars في concrete slab طيب ده يعني لو شرحنا شوية more details في corrugated sheet تبقى شتات خفيفة قوي من point tool 1 ملي يعني وزنها كده 10 كيلو على المتر المربع بس او الله والخلصانة فوق sheet زي ما تشايف متغيرة متغيرة السمك ممكن تبقى 7 على 12 مثلا من حاجات المشهورة مثلا 7 على 12 يعني average يبقى كام او 10 سنت فلو الابردج كون كون كريت في 10 سنت يدي 250 كيلو جرام على المتر المربع طيب الكاميرات الحديد بقى اللي بتتتحط علشان تسنت عليها corrugated sheets تتحط على مسافات مش كبيرة علشان corrugated sheets يطلع خفيفة يعني بيبقى في secondary beams المهم الاوزان بتاعتهم لما تجمعهم هنجيب لك 50 60 70 كيلو على المتر المربع والاverage 60 كيلو على المتر المربع يعني الوزن الاجمالي اللي بتجمع 10 250 و60 يطلع حوالي 320 كيلو على المتر المربع طوله بال800 لا احنا وفرنا كتير في تغيير النظام الانشائي بتاع السق طيب لو جنا بقى للبابان الطوب والاوطيع الجافة الخفيف اللي موجود طبعا تحت ده هوت امثلة اللي هو dry walls اللي بتتركب ده ما انت شايف مثلا الراجل ده ماسك لوحة هو dry walls ماسكه بمتال بساطة لانه وزنه مش كبير وبيركبه مكانه بقى لقى زي frame كده بتركب عليه لو قارنا برضو حيطة وحتى طوب مفرر ومش طوب تقيل لا طوب مفرر وصمك 12 سنتي فالوزن زيت كسافة الف ومتين اللي هو طوب متوسط يعني في تخانة زيت 40 كيلو محرة من الجنب اليمين 40 كيلو محرة من الجنب الشمال يعني 80 كيلو على ده هوا تطلع 224 كيلو جرام ده المتر المربع من الأطوع ده هو طب لو بتقول بقى تدخل على dry walls اللي هو مثلا jibson dry wall أو الحاجات الخفيفة أو حتى الإزاز على فكرة هنا مثلا فيه هنا حتة الإزاز هنا الأوزان بتاع الكلام ده هو يبقى قليل جدا 20 و40 كيلو رسل 50 بحاجة كتيرة وممكن يبقى أقل كمان فحسب الشركة المنتجة والمادة المصنوعة منها الأطوع بتلاقي الأرقام زهيدة يعني طبعا 24 تقنى 40 حتى تنزلت الغبع طي يجي بقى لتالت عنصر اللي هو أحمال الأرضيات العادية والخفيفة العادية انت عرفها اللي هو الأرضيات البيتيل رمل ومونة وبلاط وإحنا بناخدها على طول 200 كيلو على المتر المربع ده اللي هو الأرضيات العادية خالص إحنا عملنا حاجتين لإما تبقى أرضيات عن اللياسة أسمنتية ونركب عليها موكت ده الصورة دهية مثلا ما بنحط أي بقى لرمل ولا حر ولا كلا لا نهو بتدوبك بتساوي السطح ونترون عابل وركب فوقه المكر أو في البدروم مثلا اللي والجراش تيجي تعمل بيهانات إيبوكسي في إيبوكسي بينت كده وتعمل منه بقى شكل الأماكن العربيات والاتجاه السير وألوان وشكله جميل جدا وزنه خمسين كيلو على المتر الموابع مثلا تمام ففي الحالة ده زي أنت بقولك ماكسموم هيوصل تمانين كيلو على المتر الموابع بينما أنت كنت مصمم على أعضيات عدية امتين كيلو لا إحنا خفضناها حوالي التلت مثلا فبأوض ده هو عنصر كويس في التخفيق طيب في بقى علشان أنا خليتها في سلايد لوحديها من ضمن الأرضيات الخفيفة حاجة اسمها raised floor system يمكن في مصر مش منتشر لأنه غالي هو من الآخر كده غالي raised floor system زي ما أنت شايف أوائم هوا مثلا أربع أوائم وفريم بيتحركب جواه البلاطة اللي هي مرتفعة عن البلاطة الخاصانية بتاعة السقف فعلى زي ما يسموه raised floor طيب ايه فايدته ده هون لا ليه فوائد كتيرة يعني هو غالي طبعا بس أنا بكلم على الفوائد أن انت بتقدر تتحكم في الجزء اللي تحت الأرضية وخصوصا في صلاة الكمبيوتر اللي انت عاوز أسلاك كتيرة تمشي في الأرضية بدلا ما تمشي في السقف ولا تعمل لها ترانش ولا تعمل لها ايه لا انت تحت الأرضية هيا عندك مسافات كبيرة تقدر ان انت تدخل الكابلات يعني انت لما تلاقي مثلا في مكتبة وتلاقي السقط بتاع الكهرباء موجود في الأرضية وانت هتعجي من اين لأ اكيد بلاطة جاهزة تتركب والسقط موجود فيها وفي سلك ممتد تحت الريز اللي انت ماشي عليه وانت مش واخد بالك ان هو الريز دفلور ده منتشر في الحاجات الادارية وفي حاجات الكمبيوتر والwork stations لما عندك صالة فيها 50 work station وعاوز تمدي كابلات وعاوز تمدي حاجات الريز دفلور بيدي لك وزن قليل وبيدي لك امكانية مد اي مرسير اي اسلاك اي حاجة من تحت وتخفيض الاحمال طبعا يعني كبير تتكلم فيه 30 ل60 كيلو على المتر مربع برضو رقم قليل بالنسبة للمتين اللي الارضيات العادية فده الريز دفلور ده عملنا في بعض الادوار صوصا اللي فيها computer stations طيب عملنا بقى الحسبة ازاي حسابات تقريبية الاوزان بلطات قديما 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 الاول وقديما كان نشوف حديثا قديما كان بدور مؤرد وخمس ادوار علوية واثنين دور مستقبلي يعني عندك واحد اتنين وخمسة سبعة واثنين تسعة تمام تسعة ادوار طب الدور الواحد بيرمي لود الارضيات 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 والحوائط سي ان انت سيحتها على المبنى يعني سي سي اطلع في حدود 300 لانها حوائط مباني ساعة بتطلع 400 كمان بس يعني في المباني الادارية ساعة 300 بقى كافي الارضيات سوري اللايف لود اللي هو 300 كمبنى اداري موظفين وحاجات اطلع 61 طن على المتر المربع طبعا احنا قلنا عدل الادارية التوتال تسعة اللي احنا مصممين علينا فتسعة في 1.6 كأن المبنى بيرمي 14.4 طن على المتر المربع المفروض ان انا احافظ على الرقم ده عشان الاساسات والاندان ما تتغيرش خلاص اتصبق اقولتلك التعديد اللي حصل بعد ما اتصب الاساسات والاعمدة رأيت الدور الخامس والهتسكيلة وكل طيب حديثا بقى ايه اللي حصل المبنى صمه مجددا على بضمه اردي والخمس ادوار العلوية الخاصانية اللي انا بقولك كانت خلاصة صبت وضفنا عليهم اللي جاي اللي هو الخمس ادوار العلوية عملنا حديد اللي هو ديكينج سلام فالاو شفنا بقى احمل بدور الواحد خاصانة تلقون وقت 32 سنتر يدي 800 الفلورينج قل بقى 0.1 الحوارت قل بقى 0.15 وسعت بتبقى 0.1 بس والlife load زي ما هو الlife load ما بنلعبش فيه فطلع 1.35 تن على المتو بابا طرم ماقلش كتير عن 1.6 اللي اللي بقى كتير هو لما لعبت في self-weight بتاع البلاط ما عملتها من ديكينج سلام بقت 0.32 مع نفس الثلاثة برامت يطلع 0.87 لا ده خلق في المعادلة طب احمل الادوار كلها سبعة في السقف الخرصاني زيت خمسة في السقف الاستين يطلع أقل من 14 فإذا أنا حققت ان total weight أقل شوية من total weight اللي من صمم عليه الأساسات والاندان الحمد لله فده ايه شيء يذكر والحمد لله المبنى بقى له 22 سنة عايش وفي أمان كله تحت السيطرة طيب ايه توصيات بقى التصميم النهائي احنا قلناها خلاص يعني استخدام أسطف حديدية لأضوار الألوية استخدام أرضيات كفيفة الجميع الأطوار استخدام نفسينا تمت كتابة هذه التوصيات على جميع اللوحات والمستندات والب او كيو وكل حاجة كتبنا فيها التوصيات ديت علشان محدش يتجاوز فيها طب هو فعلا محدش تجاوز فيها لا هو بص بقى أنا سأنا قلتلكم المشروع ده قعد معنا عدد سنين شوية ففي سنة من السنين أنا روحت عملت معاينة دخلت الدور الأرضي كان فيه زي قسم حكومي في الدور الأرضي بالأول شوية على مستوى عالي يعني المدير بتاعهم شيخ أو حاجة فعملينه على مستوى عالي جدا فلما دخلت الدور الأرضي لقيت الأرضية روخ أمنينها روخ طبعا اللي هو يعني من أتقل الأرضيات ومش معمول مثلا روخام مثلا على لياسة أسمنتية لا ده واضح أنه عمل روخام على أبوه زي ما الكتاب قال قلت يا جمال يا جمال يعني طريح الأواطيع كنت شايفها أنها دغير وورز لكن أنا عمل حساب أرضيات على بوينت وان هو بوينت وو أو بوينت وو حاجة فدايما بتكير شوية أن أنت بعد ما بتصمم وبتعمل اللوح والمستندات بتمر سنين والناس لما بتجي تعمل تجديدات في البلان أو في الاستخدام المعماري أو الاستخدام الفراري ما بيكونش قتمهم بقى المستندات والتحسيرات والبتاعتها فبيعملوا على مزاجهم فأنت تكير أوي الحاجات ده هي ساعات بتسبب كارثة أو صحيحة أنا مؤمن نفسي على اللوح بس يعني فين وفين لما يعني ياخدوا بالهم من كان دور متأمن على اللوح فلذلك دائما لازم يبقى مسحسح شوية لازم يعمل حساب الأخطاء اللي ممكن تحصل أسناء التنفيذ يعني أنا الشيء بالشيء يذكر أنا ميازميني مثلا كان بيعمل في مصر مبنى وفي دورين جراش تحت الأرض علشان عدد العربيات اللي تركن تحت الأرض لكن أنا فهمت منه إنه زي ما بيعملوا في مصر المخالفات إن دورين دول هيحولهم مخازن يدوم للشركة تعمل لها مخازن فبرضو الواحد لقط الموضوع ده هون فلأ في إيه اللي أنا لقط الموضوع ده إن أنا صممت الجراش على أعلى من العربيات ده مخزن مخزن أدوية مخزن 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 ممكن تجيب 500 600 وأكتر فدايما الأخطاء بتاعة التنفيذ شوية يعني تبقى صح صح بس ليها لأنك ما بتقدرش تمنعها تماما لكن الحمد لله في المشروع ده حتى مع بعض التجاوزات اللي أنا بيقول لك عليها المنشأ زي الفل وقف على رجليه والحمد لله يعني ربنا بيسترها معنا مش مش يعني التفوق مننا قوي لكن بسات ربنا الحمد لله الموضوع ماشي وشعر في الاحتمال أبقى أكمل في المشروع ده هو على حكاية التعديلات الكتيرة اللي حصلت في المبنى هشوف كده هو وهبقى أقول لكم وكده خلصت معاكم بوجيك نمبر ناين سي ونساء الله في مرة قادمة يالي سلام عليكم